من كام سنة؟ فاكرين سنة 17 أو 16 أو 15 أو ما سبق الوضع في سينة كان عامل إزاي؟ الوضع كان صعب قوي قوي وكنا نقول مصر الدولة الجيش الدخلية بيحربوا الإرهاب في سينة الناس فقدت الإيمان وتصورت أنه سينة مش هترجع تاني زي الأول وناس فضلت ربطة في قلبها الإيمان الكامل بأنه اللي حرر سينة من احتليال واللي حافظ على هذه البلد اللي حافظ على حدود هذا الوطن 83 سنة بأمر الله سبحانه وتعالى أولاً هيرجع سينة أحلى من الأول وبالمناسبة دون تفاصيل هيرجعت أحلى من الأول بكتير على كل الأصعيدة مفهومة على كل الأصعيدة شمال سينة اللي كان وبالمناسبة مصرح العمليات كانت 3 موديل لأن أنا برضو من الناس اللي كنت تدايق جداً بس ده من زمان بقى ميجي يقول لك إيه؟ هناك إرهاب في سينة نقول لهم يا جماعة بنا وبن بعض وإحنا زملاء بلاش نقول كلمة في إرهاب في سينة العمليات كانت في 3 مدن رفح والعريش والشيخ زوين ما تيجي نشوف اللي بيحصل في سينة دلوقتي فلما يحصل في سينة تدشين خطوط سير الأوتوبيسات الجديدة وبدء تشغيلها النهاردة يوم السبت وتم تخصيص أوتوبيسين للحسنة وأوتوبيسين تانيين لنخل في وسط سينة منطلق أوتوبيسين من ديوان عامل محافظة في قلب العريش ده شكل الأوتوبيسات بالمناسبة الله الله إيش إيش عايزين من دا فاندم في القاهرة والنبي المركات الحلوة دي غطي عن مركة عام ولا ما ضغطيش خلينا نفرح وننبسط ده اللي بيحصل في مصر واخبالك ده اللي بيحصل في مصر بيحصل في مصر؟ بيحصل في شمال سينة بالمناسبة عشان بوضو أهلينا في سينة يابقوا عارفين إحنا عندنا توفير خط أوتوبيس لقرية الروضة فاكرين الروضة ولا لأ؟ فاكرين الأحداث الجسيمة الشيخ زويد مش أنا كنت بقولك العريش رفح الشيخ زويد هاي خط أوتوبيس من العريش لوادي العمر خط تاني للقصيمة خط الحسنة الإسماعيلية معدية نمرة 6 خط نخل لنفق السويس تحديد قيمة استخدام الأوتوبيس كمرحلة أولى سواء للعملية التعليمية أو للمواطنين ما بين 40 و 30 و 20 و 10 ويتم مراجعة القيمة أو إعادة تقديرها لو إحنا بنتكلم حتى على القيمة القصوى 40 جنيه تجي تقول يوم كتير يقولك يا رجل يا طيب المهم الأوتوبيسات بتشتغل على رحلتين كل يوم بإذن ربنا سبحانه وتعالى بتهدف لإيه؟ لخدمة العملية التعليمية والمواطنين خصوصا في مناطق وسط سين إحنا عايزين الناس تروح بدرسها وجامعتها وتروح وتيجي الآن الناس الحمد لله والشكر الله آمنة فإحنا نوفر وسائل المواصلات عشان الناس تقدر تروح وتيجي بسهولة ويسر فالأمور تمشي بقى في مسارها الطبيعي اللي كنا بمتمنا بالمناسبة من عشرات السنين المسألة برضو ما هيش متعلقة ما قبل 2014 لا ده ما قبل مش 11-14 لا واللي قبل ده ما كانش موجود خالص ومش عارف إذا كان هيبقى موجود أصلا ولا لا هل كان فيه تمام ولا ما كانش فيه تمام ولا يلا لا بكاء على لبا المسكوب خلونا نسعد نفتخر باللي بيحصل في بلدنا النهار ده ده اللي بيحصل في سينة بالمناسبة